سورة النمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاسين تلك آية القرآن وكتاب مبين هدى وغشرة للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويتنزكوهم بالآخرتهم يقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرت زينا لهم وأمالهم فهم يعملون أولئك الذين لهم سؤل عذبهم في الآخرتهم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتكم منها بخابر أو آتكم بشهاب قبس لعلكم تستلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم والقعصاك فلما رأى تهتزك أنها جان ولا متبرة ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنى بعد سوء فإني غافور رحيم وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آية إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آية مبصرة قالوا هذا سحر المبين وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عقبة للمفسدين ولقد أتين داود وزليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطقة الطير يا أيها الناس علمنا منطقة الطير وأتنى من كل شيء إن هذا الله والفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يزعون حتى إذا أتوا على ود النمل قالت نملة يا أيها النامل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضحكا من قولها وقال ربي وزيني نشكر نعمتك التي نعمت علي وعلى وريدي ونعمل صريحا ترضى واتخني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدود أن كان من الآئبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين فما كث غير بعيد فقال أحط بما لم تحت به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقوم يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلموا ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني يلقي إليه كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليه وآتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ وفتوني في أمر ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أول قوة وأول بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تاموني قالت إن الملوكين تقلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها ذلة وفذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال تمتونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون فرجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم ياتين بعاشها قبل أن ياتوني مسلمين قال عفرت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم في الكتاب قال الذي عنده علم من الكتاب قال أنا آتيك به قبل أن يرتض إليك ترفك فلما رأاه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإن من شكر لنفسه ومن كفر فإن الله ربي فإن ربي فإن ما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عشان أنظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيلة هكذا عشك فلما جاءت قيلة هكذا عشك قالت كأنه هو وأوتين العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجه وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا نعبد الله فإذا هم فارقان يختسمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهت نفسدون في الأرض ولا يسلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتن ولو ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإننا لصادقون ومكروا مكرى ومكرنا مكرى وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عقبة مكرهم إن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيتهم خوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطن قال لقوم لتاتون الفحشة وأنتم تبصرون هإنكم لتاتون رجال شهوة من تنسى بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوطن من قريتكم وإنهم ناس يتطهرون فأنجيناه أهلا وإلا امرأته قدرناها من الغابرين ومطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنظرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما تشركون أما انخلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ما أنفن بدنا بحتائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبيت شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشه السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يسير الريح نشورا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلقة من ما يعيده ومن يزقق من السماء والأرض أإله مع الله قل هات برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل اترك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد عيدنا هذا نحن آباؤنا من قبل إن هذا إلا ساطر الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد كنتم صادقين قل عسى يكون من ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذفض على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك لا يعلم ما تكن صدرهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب المبين إن هذا القرآن يقص على بني الإسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموت ولا تسمع السمت وإذا ولوا مدفيرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذ وقع القول عليهم وأخرجن لهم دابة من أرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يقينون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحتوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أن جعنا الليل ليسكنوا فيه أنهار مبسرة إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل آته داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبر بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وله إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين ونتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها وما ربك بغافرين أما تعملون صدق الله العظيم قد هرم ее ترجمة نانسي قرآن